اشتركوا في القناة المتصفح ولكن لا تعرف كلمة سر وتريد ان تقوم بتغييرها بدون ان تقوم بادخال كلمة سر القادمة ان شاء الله في هذه الحلقة سوف اريك طريقة رائعة جدا يمكنك ان تقوم بتغيير كلمة سر القادمة دون معرفة كلمة سر الجديدة كل ما عليك في علوان تقوم بالخطوات التالية قبل ان نقوم بشرح الطريقة اخواني الكرام ادعوكم دائما الى دعمنا بان نقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلنا ان شاء الله بكل جديد القناة جيد الان سوف نقوم بالخطوات التالية سوف نقوم بكتابة فتح حسابنا على الفيسبوك ثم نتوجه الى هذا السهم ثم نختار هنا اعدادات خاصة بالحساب بعد ذلك سوف يتم توجه هنا مباشرة الى الصفحة الخاصة بالعام ثم نتوجه الى معلوماتك على الفيسبوك كما تلاحظون معي سوف يعطيك هنا مجموعة من المعلومات ستختار حذف حسابك ومعلوماتك كما تلاحظون معي حذف حسابك نهائيا سوف نتوجه الى الاحتفاظ بتطبيق الماسينجر ويمكنك إلغاء تنشيد بدلا من ذلك تقوم بالنقل هنا على هذا الخيار كما تلاحظون معي هنا سوف تظهر لك هذه الصفحة الجديدة سوف تختار تم اختراق حسابي ثم ننقر هنا على تأمين حسابك كما تلاحظون معي سوف تظهر لك هذه الصفحة سوف تقوم هنا بعترت على منشور أو رسالة أو نسبة لم أنشئها ننقر على متابعة بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الرسالة المرحبا دعنا نساعدك في تأمين الحساب نقوم بنقل على البدء بعد ذلك سوف يقوم بعملية كما تلاحظون عملية تحقق من بعض المعلومات خاصة بالحساب الجارية ننتظر حتى ينتهي من الفحص وبعد ذلك سوف يعطيك أن تقوم بتغيير كلمة سر الخاصة بحسابك بدون أن تقوم بإدخال كلمة سر القادمة كما تلاحظون هنا معي لحفاظ على أمان حسابك يبدو أن تم إجراء بعض التغييرات على حسابك الآن سنساعدك على تغيير كلمة سر ومراجعة آخر التغييرات تمت على حسابك كما تلاحظون هنا اختيار الأول كما تلاحظون سوف يقومون ب كما ذكر هنا سوف يقومون بتغيير كلمة سر تحديد اسمك كذلك الأشخاص الذين أضفتهم أو تابعتهم الأشخاص الذين ألغيت ذاقتهم نقوم بالنقل هنا على متابعة كما تلاحظون معي العملية سهلة ورائعة جدا سوف نقوم هنا بوضع كلمة السر سوف أقوم بإنشاء كلمة سر للإشارة فقط إخواني الكرام دائما أقولها وأعيد أن أكررها في هذا الدرس إذا كنت تريد إنشاء كلمة سر لا تقوم بكتابة الاسم الخاص بك لا تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك لا تقوم بكتابة السنة التي قمت بالازدياد بها هذه الأشياء قم بالابتعاد منها فهذه الأشياء قد يقوم أي شخص باختراق حسابك أو سرقة حسابك دون أي جهد مبدول أو شيء من هذا القابل لهذا أخي الكريم دائما قم بوضع كلمة سر تكون قوية جدا لا تقوم بوضع فيها الأسماء الخاصة بك أو العائلة أو غيرها قم بوضع بعض الرموز فهي قوية جدا لا يمكن اختراقها سواء عن طريق التخمين أو حتى من طرف بعض البرامج جيد الآن سوف أقوم بوضع كلمة سر سوف أقوم بإضافة كلمة سر كما تلاحظون كلمة سر قوية نفس الشيء هنا كما تلاحظون فكلمة سر متطبيقة سوف نقوم هنا بعملية المتابعة ثم ننتظر قليلا حتى يتم إتمام الخطوات الخاصة بالحساب كما تلاحظون معي فأنا قمت بتغيير الإسم هنا يعطيك ما هو إسمك الصحيح سوف أقوم بعملية إرسال فقط لا مشكلة في ذلك كما تلاحظون هذا قمت بأضافتهم كذلك سوف نقوم بعملية تخطي كما تلاحظون انتقال إلى آخر الأخبار وبهذا نكون قد قمنا بالتوجه إلى حسابنا على الفيسبوك وقمنا الآن بالتعرف على كلمة سر الخاصة التي كما قلت قمنا بنسيانها وكذلك قمنا بخطوة رائعة جدا يمكنك أن تقوم بتغيير كلمة سر الخاصة بالحساب الخاص بك هذه للإشارة فقط إخواني الكرام هذا تحذير مني لا تقوم بترك حسابك على الفيسبوك دائما شغال على المتصفح دائما قم بإغلاقه لأن أي شخص سوف يقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك سوف يقوم بهذه الخطوة التي قمت بها وسوف يقوم باختراق حسابك أو سوف يتم سرقة حسابك هذه الطريقة المرجو منك عدم ترك الفيسبوك الخاص بك في مثلا هنا مقاهي النيت أو في حسوب صديق لك أو حسوب شخص تعرفه فإن قمت بهذه الخطوة وكان يعرف هذه الطريقة سوف يقوم بتغيير كلمة سر الخاصة بحسابك وسوف يتم الاستلاء على حسابك أو سرقته وبذلك سوف يقوم بفعل بأي شيء يريد بعد ذلك عندما تريد أن تقوم بتسجيل دخول إلى حسابك سوف تجد أنه تم سرقته أو تم اختراقه كما تلاحظون في العمل يا إخواني الكرام بسيطة جدا أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم هذه الحلقة لا تنسوا دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد وشكرا للمتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله نشكركم للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك والتعليق شكرا للمشاهدة